أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية برئاسة القاضي يحيى السعيدي عددا من الأحكام في القضية المشهورة إعلاميا وبقرار الاتهام بواقعة اغتيال أئمة المساجد وجنود وضباط من قوات المسلحة والأمن الجنوبي في العاصمة عدن ولحج وعقدت المحكمة الجزائية جلساتها العنلية برئاسة فضيلة القاضي يحيى محمد السعيدي وجاء منطق الحكم بإدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة بعض المدانين بالإعدام حدا بالإضافة إلى معاقبة البعض منهم باستجن لمدة خمس سنوات كما ألزمت المحكمة نيابة العامة بمصادرة وتحريز جميع المضبوطات وبالنسبة للمتهمة الأول فقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوة لعدم عقادة الخصومة